لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك إذن هذا التصريح خطير جدا 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 ولا يمكن مؤتمره مرور الكرام لماذا سيد الرئيس أخذ هذا القرار أو هذا الأمر لأنه لاحظنا أن هناك غريب أن ينوع من الصدفة بين ثلاث عمليات في نفس شهر تمس بعدم اشتقرار المواطن خلق مشاكل للمواطن وعلاقة المواطن بالسلطات العمومية فعندما تكلمي عن السيولات أعرف الأخت الكريمة أنه في شهر واحد أربعلاف مليار سنتين التي خرجت من البريد والمواصلات ربعلاف مليار واحد من يجمي يتكلم بالرقم هذا هائل رقم هائل إذن ليس قضية السيولة لكن هناك من حاولوا أن لا يرد سيولة لأنه على بقية كان أخذ ورد دخول وخروج سيولة في المكاتب البريد والغارب الثاني اللي شاهدنا بعض المواطنين يوميا يجي يسحب والغدو يجي يسحب والآخر يجي يسحب إلى غير ذلك فقمنا بنوع من التدقيق لاحظنا هناك نوع من المؤامرة لخلق إشكال خاصة في يوميا الأسابيع قبل العيد إذن الذين يقولون بأن الأزمة مفتعلة وفي تصريح حديث أيضا لأحد المسؤولين أو مديرة البريد قالت نفس الكلام أيضا وأكدت على أن هذه الأزمة أيضا مفتعلة وأن هناك من يريد ضرب إدارتها وما إلى ذلك من التصريحات الواردة في هذا السيط إذن الأزمة مفتعلة إذن يجب على الدولة أن تضرب بالحديد يجب الدولة أن تحرر ويجب الدولة أيضا أن تكون شفافة في التعامل مع هذا الحدث إذا كان أن الأزمة السيولة ومعاناة المواطنين شفافة يراها كل الناس وهناك مبالغات أيضا في هذا الأمر وهناك استغلالها في طرق لتحقيق أهداف أخرى في ظل التحريض القائم ضد المرحلة ومن أجل تحريك الشارع مجددا أنا أعتقد بأنه يجب أيضا أن تقابلها شفافية أخرى أمام المواطن لأن المواطن إذا كان يشاهد فقط أزمة السنولة النقدية ولا يشاهد سوى تصريحات غامضة وعامة ولا يشاهد أي إجراءات عملية ضد هذا الأمر أعتقد بأنه هذا سيزيد في هو بين المواطن والسلطة حقيقة أنه عندما بدأ العهد الجديد مع الرئيس تبون هو بين المواطن والسلطة تكاد تكون سفر هناك هذا في عمومها ما نتحدث عن أشخاص الذين دأبوا مباشرة على السلطة التي تأتي يتقربون منها من أجل مصالحهم لا لا نتكلم نتكلم عن عموم الجزائريين أنهم وصلوا إلى مرحلة لا يفقون نهائيا في السلطة ولا في كلامها بل يسخرون وينكتون منها وهذا ما أثبتته شبكة التواصل إذن من أجل استعادة هذه الثقة يجب أن تكون هناك سياسة غير السياسة التي كانت قائمة إذا كانت قبل سياسة الأقوال ومعسكة ولكاليفورنيا وما إلى ذلك من الوعود المزركشة والشعارات الطنانة والرنانة أننا نحن الآن في مرحلة أخرى ما تحتاج هذه الأقوال تحتاج إلى أفعال فعل بسيط قد يؤثر في الجزائريين أكثر من مئات الشعارات على الطريقة البتفلقية وما حدث فيها إذن يجب أن تكون هناك شفافية ووضوح بين الدولة والمواطن وأعتقد هنا نفتح قوس أن هناك أزمة تواصل ما بين الرئاسة وما بين الحكومة والمواطن حتى السياسة الإعلامية القائمة أنا أقولها بكل وضوح وبكل شفافية وبكل صراحة أنها سياسة إعلامية فاشلة يبدو أن الذين راهن عليهم رئيس الجمهورية في أداء سياسته الإعلامية والترويج لسياسته في الحكم وما تقدم عليه الدولة وما تقوم به لم يكون في المستوى المطلوب لذلك على رئيس الجمهورية وأن يراجع منظومته الإعلامية نحن في عصر إعلامي بامتياز وتحتاج رئاسة الجمهورية إلى جهاز إعلامي مثل ما هي حاجة إلى جهاز أمن وربقية الأجهزة الأخرى لأن الجهاز الإعلامي صار له أولوية قصوى ما يحققه الإعلام من إيجابيات لصالح السلطة وما يؤدي إلى صناعة سلبيات ضدها لا يمكن وصفها أبدا فقد تتخذ الدولة قرارات كثيرة وإجراءات كثيرة لو وجدت وسائل إعلامية أو وجدت سياسة إعلامية لأن المشكلة ليس في وسائل وسائل موجودة كثير لو وجدت سياسة إعلامية رائدة أعتقد بأن ذلك سيحقق ما تصب إليه الدولة الجزائرية من استعادة الثقتها أو استعادة الثقة بينها وبين مواطنيها وبين الشعب الجزائري إذن السياسة الإعلامية يجب مراجعتها لأن من دون سياسة إعلامية قوية وفعالة أعتقد بأن هو مهما فعل الرئيس سيظهر كأنه في عهد بتفليقي آخر إذن أما الأمر الآخر الذين تحدثوا بأن القضية ستزول وهناك من قال بأنه من 18 28 سبعة 2020 أكثر من مليار دولار تم سحبها من حوالي 27 أو من حوالي 22 ألف حساب جاري في الجزائر 22 عفوا 22 مليون حساب جاري من بين 27 مليون حساب جاري في البريد هناك من تحدث على هذه الأرقام ولكن الأزمة ما زالت قائمة بلا أدنى شك هذه الأرقام لا يمكن التشكك فيها لا نملك ما يجعلنا نشكك فيها وهناك أخبار وصلتنا تتحدث على أن هناك من يسحب أمواله ولكن هذه الأزمة بقدر ما هي أضرت بالمواطن هي زادت أيضا في انتشار ظواهر أخرى كانت موجودة مثل ظاهرة الرشوة حتى وصل بالمواطنين إلى أنهم يشوفوا علاقات ويدفعوا إلى الشخص اللي يعطوه سك بريدي حتى يسحب لهم المال صار يعطيه مبلغ معين حتى يقوم له بهذه المهمة وعادت الرشوة عبر هذا أضار الأمر وهذا الذي لديه تأثيرات سلبية كبيرة ولأن الفساد لا يعني فقط تهريب الملايير والصفقات الكبرى في أعلى هرم الدولة الجزائرية أيضا الرشوة على هذه المستويات هي فساد أيضا والذي يدفع المال من أجل تحصيل ماله من البريد أعتقد أنه لديه استعدادات أن يفعل أكثر وإن كان الناس ظروفهم أيضا كما هو مراحض وهذه المعاناة بررت الكثير من الأفعال لديهم والله يكون في عون لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله